مع الدكتور محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مرحبا بك هل وفرت قضية جوليو ريجيني وحالة الزخم الرسمي والشعب الموجود الآن فيها خاصة في أوروبا واقعا جديدا للمنظمات الحقوقية وبالتحديد منظماتكم الموجودة على أراضي بريطانيا واقع جديد تسعون فيه بحرية ربما أكثر وأدوات أكثر من السابق يعني دائما القوانين خاصة القانون الأخير ليس قضية جوليو ريجيني الحرية موجودة والقوانين موجودة لكن الإرادة من أجل تفعيل هذه القوانين في عموم القرى الأوروبية تكاد تكون منعدمة اليوم قانون العقوبات الشبيه بالقانون الأمريكي ممكن يفتح أبواب جديدة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في دول مثل مصر لكن الواقع الجديد الذي نتمنى وهنا يعني يقع أهمية الحراك الأخير في قضية جنو هو أن تكون دول الاتحاد الأوروبي يداً واحدة وكلمة واحدة في فرض عقوبات حقيقية على هذا النظام المجل إذا لم تقم هذه الدول الأوروبية بفعل على أرض الواقع وهناك حالة من التعاون القصوى ما بين فرنسا ونظام السيسي يعني فرنسا أحد الدول إيطاليا نفسها من في جون الماضي وقعت صفقة سلاح بـ 11 مليار دولار متى سيكون لغة الفلوس لغة الأخلاق وحقوق الإنسان متى ستتغلب على لغة صفقات السلاح هنا السؤال حتى إيطاليا إيطاليا لعبت في قضية ريجيني منذ أن حدثت هذه القضية وحتى الآن بسبب الضغوط الكثيرة الداخلية حدثت هذه الإنعطافة قدم مشروع قرار للبرلمان الأوروبي نتمنى أن يقر بشكله الحالي رغم التعديلات التي حصلت عليه ومن ثم نحتاج إلى آلية للتنفيذ لا نريد أن يغني كلهم على ليلة فرنسا تعطي وسام ودولة أخرى تعقد صفقات ودولة أخرى ترسل قبراء أمنيين للمساعدة في برامج تجسس وغيرهم فنريد أفعالاً لا أقوالاً حتى يحدث المعطاق في الوقت السابق دكتور جميل كنتم تواجهون بعض الصعوبات عندما تتحدثون مثلاً إلى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وأنتم تعرفونه بانتهاكات أو بملف الانتهاكات في ملف حقوق الإنسان في مصر الآن وبعدما حققته قضية جوليو روجيني هل أصبح من السهل عليكم عرض بقية قضايا المعتقلين في مصر وربما يزيد عددهم عن سبعين ألف أو أكثر نشوف كما قلت أنا أتحدث عن الإرادة الأخلاقية والإرادة السياسية ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنا أقصد الشرح والتفصيل أو الأقناع التفصيل وهم مقتنعون ويعلمون ويعرفون ماذا يحدث الرئيم مانويل ماكرون يعرف من هو السيسي وأعطاه هذا الوسام ترامب يعرف من هو السيسي وهناك قول مشهور ديكتاتوره المفضل لكن كل هؤلاء يفضلون المصالح المادية على المصالح الأخلاقية الكل يستمع لك الكل ينظر إلى شكواك لكن ما نرى على أرض الواقع مختلف ممثل السياسة الخارجية مثل كاترين أشتن هذه المرأة عندما كانت في هذا المنصب شهدت مجزرة رابعة وشهدت عدة عمليات قتل وكانت تعود من مصر لتقول رغم عمليات القتل ورغم على أن هناك أحداث متعددة شهدناها ورصدناها تحدث عمليات قتل بعد مجزرة رابعة وغيره تعود إلى أوروبا لتحدث عن عملية ديمقراطية وعملية انتخابات إذن هؤلاء ما داموا بلا إرادة سياسية بلا أخلاق طيب هذا بالنسبة للإرادة السياسية في الاتحاد الأوروبي ماذا عنها في مصر هل سيستجيب النظام المصر لهذه المطالب مثلا المفاوضات الأوروبية تطالب السلطات المصرية بالتعاون مع الجانب الإيطالي بل والبرلمان نفسه يصوت ربما على عقوبات إذا كانت يدا واحدة وكلمة واحدة هذا النظام سيأتيهم حبوا سيرضخ للأسف الشديد نحن نتعامل مع جنسية شخص انتهكت حقوقه مصريين تم العصف بحقوقهم وقتلوا ويقتلوا ويسجنوا وعدبوا ويعذبوا وهكذا لم يلتفت لهم أحدا نريد من هؤلاء في أوروبا وغيره أن يعتبروا قضية كل مصر هي قضية مثل قضية ريجيني الشيء الوحيد النافذة الوحيدة التي فتحوها لنا عبر هذا الحراك هو القوانين الأخيرة التي شرعت في البرلمان أو ستشرع قوانين المحاسبة الفردية وغيره سيبتح الباب واسعا لملاحقة هؤلاء المجرمين لكن الملاحقة تقع على عاطف المنظمات الفقوقية ما نريده أن تقوم هذه الدول نفسها لتضغف على مصر لإغلاق هذا الملف ومحاسبة المجرمين الذين قتلوا ريجيني وغير ريجيني محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا